اشتركوا في القناة وكان سابقا للمسجد يعني ان هذا المسجد بني عليك والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصالحين لعن الله اليهود والمصارى تقل من مبور انبياني في هذا ايضا فضيلة الشيخ لو ان رجل تبرع ببناء مسجد وشيد لنفسه بداخله قبر نعم على نبقته الخاصة فهل هذا جائز ايوه ولا في شيء احنا النبي بقى قبر في المسجد والازهر موجود وقبور للاولياء كلها في المساجد تنطع ده سيبنا منه جايبين دليل ما يعرفوش هم مستدلينك ازاي يقول لك لعن الله بني اتخذوا قبور انبيائهم مساجد مش ده الشياء الدليل بتاعه قولوا انتم اقبياء في الاستشهاد ما هو القبر ايه القبر هل رفل القبر هو ايه ما هو القبر هو المكان اللي فيه جسة الراج هل هذا تخذ قبرا تخذ مسجدا ولا معمول عليه صور حتى بيسموه ايه بيسموه ايه ضريح ها باريح لا ده الاسم الضريح انما يسموه ايه الاسم بتاعه ايه شيء لا يتعدى ابدا عن الدفن مقصورة مقصورة معنى مقصورة يعني ايه مقصورة على الدفن لا تتعداه لأي حدث فمن اين جاء اتخاذ قبل صلاة مصلاة اخبية اخبا نعم نقول لهم باروحوا دين القبر في انتاع النبي فانكيل خصوصيا للنبي نقول له لا ابو بكر ما كنته وعمر ونصلي في الصفة والقبر امامنا ونصلي في الروضة والقبر على يسارنا ونصلي في منزل الوحي والقبر عن يمين ونصلي في المواجهة والقبر خلفنا اذا القبرية لا دخل لها نعم فضلت الشيخ هل يا جزل مش حنستدل عليهم وقال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدة ولم ينكرها الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة